موسيقى مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 2 اليونت الثاني الدرس الثاني مستر هادي's day يوم السيد هادي موجود بصفحة 24 من كتاب الطالب صفحة 22 من كتاب النشاط قبل ما أبدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسوما الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي صفحة 24 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة مستر هادي's day يوم السيد هادي look, read and underline the verbs انظر اقرأ وضع خط تحت الأفعال مثل ما هو مسوي وضع خط تحت الفعل get sub نحاول نطلع الأفعال كذلك بقية الجمل ونضع تحتها خط listen and say ثم بعدها استمع وقل قبل ما نبدأ بقراءة القطعة لازم نعرف أن هذه القطعة قطعة جدا مهمة بامتحان الشهر الثاني سواء كان بامتحان الشفوي بامتحان الأصغاء أو سواء كان بالامتحان التحريري اللي هو امتحان الشهر الثاني بالسؤال الأول كقطعة خارجية بامتحان الاستيعاب مثل ما وضحنا سابقا امتحان الاستيعاب الاستاذ يقرأ القطعة مرة ومرتين وثلاثة بالامتحان الشفوي وبعدها يسأل مجموعة من الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطعة على شكل yes no أو true false صح وخطأ والأسئلة كلها متعلقة بالقطعة اللي قراها اللي هي قطعة مستر هادي وكذلك مهمة بالامتحان التحرير بسؤال الأول فرع أي اللي هو سؤال القطعة الخارجية يجيب لذن الجمل على شكل قطعة مرتبة وينطين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بيها قد تكون أسئلة true false صح وخطأ أو قد تكون أسئلة فراغات مثلا مستر هادي gets up at فراغ السيد هادي يصحى الساعة فراغ فقد تكون على شكل فراغات أو قد تكون على شكل أسئلة صريحة مثل ما رح نجي نوضح إذن هذه قطعة جدا مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي الخاص بالشهر الثاني رح نقرأ القطعة نوضح مفرداتها وبعدها رح نعرف شين المطلوب حفظه من هذه القطعة وليش طلب من أدي أن يجر خط تحت كل فعل خلنا قرأ القطعة نوضح مفرداتها أولا مستر هادي gets up at 6.30 السيد هادي يصحى أو يستيقظ الساعة السادسة والنصف هو جار خط جوه gets up باعتباره هو الفعل gets up معناها يستيقظ أو يصحى نوضح مفرداتها هو يحظى بوجبة الإفطار at 7 o'clock الساعة السابعة صباحا وين الفعل الموجود بهذه الجملة؟ الفعل يحظى has he has a breakfast يحظى بوجبة الإفطار الساعة السابعة صباحا نوضح ثالثا he leaves the house at 7.30 هو يغادر المنزل الساعة السابعة والنصف وين الفعل اللي موجود بهذه الجملة؟ أكيد الفعل يغادر leaves leaves the house يغادر المنزل نوضح ثالثا first أولا he opens the zoo هو يفتح الحديقة حديقة الحيوانات at 8 o'clock الساعة الثامنة صباحا وين الفعل الموجود بهذه الجملة؟ أكيد opens يفتح يفتح حديقة الحيوانات number five خامسا then بعدها he cleans the cages ينظف الأقفاص at 10.30 الساعة العاشرة والنصف وين الفعل الموجود بهذه الجملة؟ أكيد الفعل cleans ينظف cleans the cages ينظف الأقفاص number six سادسا after that بعد ذلك he feeds the animals هو يطعم الحيوانات at 11.15 الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة وين الفعل الموجود بهذه الجملة؟ الفعل feeds يطعم feeds the animals يطعم الحيوانات number seven سابعا he closes the zoo at 5.15 يغلق حديقة الحيوانات الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة وين الفعل الموجود بالجملة؟ الفعل closes يغلق closes the zoo يغلق حديقة الحيوانات number eight ثامنا finally بالنهاية he gets home at 5.45 يصل الى البيت الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة وين الفعل الموجود بالجملة؟ الفعل gets gets معناها يصل gets home يصل الى البيت هذا ما يخص قطعة السيد هادي وضحنا مفرداتها ووضعنا خط تحت كل الأفعال الموجودة بقطعة السيد هادي شن المطلوب حفظه من هذه القطعة؟ ننتبه ان بعد ما وضحنا القطعة مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي بعد عدنا أمرين لازم ننتبه لهم الأمر الأول هو ذن الأفعال اللي جرينا جواهن خط مهمة جدا لازم أحفظها كمعاني أول شي لازم أحفظ معاني الأفعال اللي جرينا جواهن خط leave open clean feed الى آخره والأمر الثاني الأسماء المناسبة لها حفظ كل فعل والاسم المناسب الى شون يعني؟ يعني مثلا leave يغادر شن الاسم المناسب له هذا الفعل؟ لازم أعرف انه leave الاسم المناسب الى house بيت يغادر البيت leave house open يفتح شن الاسم المناسب الى zoo open the zoo يفتح حديقة الحيوانات clean the cage ننتبه هنا الفعل clean يناسب الاسم cage القفص وبالدرس القادم راح ننتبه انه كذلك يناسبه اسم ثاني اللي هي home clean home ينظف البيت feed يطعم animals الحيوانات close يغلق كذلك zoo حديقة الحيوانات have يحظى او has نفس الشي هسن راح نجي نعرف شن الفرق بين ال have وال has breakfast يحظى بوجبة الافطار get يصل home المنزل هذا ما يخص هذن الافعال نحفظ الافعال والاسماء المناسبة الها ورح نجي نشوف شون تجينا بالامتحان من الممكن نجيب ليها على شكل فرع A و B وصل الافعال بما يناسبها من الاسماء يخرب ذن الاسماء يقول لك وصل الافعال بالاسماء المناسبة الها فانا لازم احافظ الافعال كل فعل شيني ناسبه من اسم هذا ما يخص قطعة سيد هادي عرفنا ان قطعة مهمة تجينا بالامتحان الشفاء بامتحان الصغار وكذلك بالامتحان التحرير بمساء الأول على شكل قطعة خارجية وعرفنا الافعال لان المهمة لازم احفظ معناها وكل فعل شيني ناسبه من اسم ننتقل الى الصفحة الثانية من كتاب الطالب مكتوب talk about Mr. Hadi's day تحدث عن يوم سيد هادي اهنان كل طالب يختار لجملة ويقوم يقراها مثلا he gets up at 6.30 هو يصحى الساعة السادسة والنصف الطالب الآخر يردع علي he then بعدها he leaves home at 7.30 يغادر المنزل الساعة السابعة والنصف طالب آخر يقول الجملة and he has a breakfast at 7 o'clock يحظى بوجبة الافطارة الساعة السابعة صباحا طالب آخر يردع علي he opens the zoo at 8 o'clock يفتح حديقة الحيوانات الساعة الثامنة إلى آخر يهال مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التكلم على الطلاب المهم بهذه الصفحة هو هذا النشاط موضوع جدا مهم بالامتحان التحريري بسؤال القواعد let's check فلنتفقد طبعا هذا الموضوع هو موضوع المضارع البسيط شنوه المضارع البسيط المضارع البسيط هو زمن يستخدم للتعبير عن الأحداث الروتينية شيء روتيني كل يوم أعمله أعبر عنه باستخدام قاعدة المضارع البسيط شنوه قاعدة المضارع البسيط قاعدة المضارع البسيط كالتالي إذا كان الشخص اللي دا أحكي عنه هو آني آي أو يو أنت أو وي نحن أنا وشخص آخر أو ذي هم مجموعة أشخاص يكون الفعل اللي بعده فعل مجرد فأي فعل روتيني دا أحكي به مثلا leave يغادر ما أقول leaves أقول leave يأتي بعد هذه الأفعال فعل مجرد أقول I leave I open I get up أو I have نعرف أنه الhas هو الفعل بأس الشخص الثالث والhave فعل مجرد وكذلك ويا اليو you leave you open you get up you have we كذلك يجي بعدها فعل مجرد you leave you open you get up you have ما أقول you opens غلط اللي يجي بعدها فعل مجرد إذن إذا كان الفعل I you we they يجي بعدها فعل مجرد خالي من أي إضافة لا أضيف ل-ing ولا أضيف ل-s أما إذا كان الفعل he أو she أو it ننتبه إذا كان الفعل اللي دا أتحدث عنه مثلا مستر هادي السيد هادي أعوض عنه بالضمير he الفعل اللي بعده ياخذ s الشخص الثالث مثل ما وضحتنا بملاحظات الدرس السابق وإذا كان الفعل she قد أكون أتحدث عن ابنية مثلا dima أو events أعوض عنها بshe she تاخذ فعل ب-s الشخص الثالث فأقول he أو she leaves he أو she opens نلاحظة من الفعل ب-s الشخص الثالث he gets up he has ما أقول he have أقول he has أو it غير عاقل كان تكون the cat the dog إلى آخره إذن عرفنا إذا كان الفاعل i you we they يأتي بعدها فعل مجرد he she it يأتي بعدها s الشخص الثالث وهذه القاعدة نستخدمها للتعبير عن الأحداث الثروتينية he leaves يغادر المنزل هذا حدث روتيني كل يوم يغادر المنزل الساعة السابعة والنصف he opens the zoo يفتح حديقة الحيوانات كل يومية حدث روتيني يفتح حديقة الحيوانات مثالي ينذرني مثالاً جداً مهمات مثلاً قللي i 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 الطالب هنا يحير الشيخ اللي بالفراغ احنا ذكرنا بداية الدرس انه لازم نحفظ كل الفعل وما يناسب من الأسماء اذا يطان الاسم breakfast الافطار شن الفعل يناسب الافطار ذكرنا ان الفعل اللي يناسب breakfast الافطار هو الفعل have او has يحظى يحظى بوجبة الافطار فاذا تحظون بأعلى صفحة has breakfast فهنا ننتبه ما اخلي has ليش لان الفاعل i الفاعل i يجي وراء فعل مجرد ما بيأس الشخص الثالث فما اقول has اقول have i have breakfast احظى بوجبة افطار at 7.30 الساعة السابعة والنصف مثال اخر شي فراغ breakfast كذلك من طيني هي فراغ وجبة الافطار at 8 o'clock الساعة الثامنة صباحا شن الفعل المناسب للجملة بما ان الاسم breakfast هم كذلك اخلي اما have او has تحظى بما ان الفاعل she الشي يجي بعدها اس الشخص الثالث فاخلي has she has breakfast تحظى بوجبة افطار الساعة الثامنة صباحا ناخذ امثلة اضافية عن كيفية اللي ممكن تجي بالمتحان مثلا جاب لي قل لي مستر هادي فراغ the zoo at 8 o'clock open low opens هنا اخيرني بين فعل مجرد وفعل بي اس الشخص الثالث شو اتخلي الفعل مجرد وشو اتخلي بي اس الشخص الثالث وين الفاعل الفاعل مستر هادي مستر هادي عوض عنا بالضمير هي اللي هي تاخذ اس الشخص الثالث فما اقول open اقول opens مستر هادي opens the zoo يفتح حديقة الحيوانات الساعة الثامنة صباحا مثال اخر اي فراغ تسكول ارلي انا فراغ المدرسة صباحا اخلي فعل مجرد لو فعل بي اس الشخص الثالث كذلك نرجع القاعدة اذا كان اي يو وي ذي اخلي فعل مجرد بما ان الفاعل اي اخلي الفعل مجرد ما اقول goes اقول go اي اذهب للمدرسة باكرا مثال اخر مستر هادي فراغ بريك فاست ات 7 او هابلو هاز كذلك خيرني بين فعل مجرد وفعل بي اس الشخص الثالث ها فعل مجرد وهاز هو الفعل اللي بي اس الشخص الثالث نرجع القاعدة بما ان مستر هادي مستر هادي عوض عنه به اللي هي تاخذ اس الشخص الثالث لذلك اخلي هاز ما اخلي ها لان ها فعل مجرد اقول مستر هادي هاز بريك فاست 7 او كلوك السيد هادي يحظى بوجبة افطار الساعة الشخص الثالث صار تقوز الهاف اذا اضيف لها اس الشخص الثالث شصير بعض الطلاب يخطأ ويكتب هاف يضيف لها اس الشخص الثالث هذا الشي خطأ الهاف اذا ادخلي لها اس الشخص الثالث تصبح هاز هاز هي الصيغة المجردة وهاز هي الصيغة اللي بيها اس الشخص الثالث هذا ما يخص موضوع المضارع البسيط موضوع جداً مهم بالامتحان التحريري فقط أنتبه على ما قبل الفراغ إذا كان he أو she أو it أو ما يعوضنا عنهن أختار الفعل اللي بيأسي شخص الثالث وإذا كان I, you, we, they أخلي الفعل المجرد منتقل إلى أسفل الصفحة complete the sentences أكمل الجمل التالية منطيني مجموعة من الجمل بها فراغات الأفعال حاذفها لازم أتنبه بالفعل ننتبه هنا أنا على شنو نعتمد نعتمد على اللي قبل الفراغ على الممود أخلي أسل ومو أس وننتبه على ما بعد الفراغ على الممود أشوف الاسم وأختار الفعل المناسب مثلاً خلنا أخذ الأولى كمثال مستر هادي فراغ breakfast at 7 o'clock السيد هادي فراغ الأفطار الساعة السابعة صباحاً هنا شنو الفعل المناسب للجملة ننتبه أول شيء أروح على ما بعد الفراغ شنو اللي بعد الفراغ الاسم breakfast breakfast الإفطار شن الفعل اللي نناسب breakfast ذكرنا بداية الدرس أن الفعل المناسب لbreakfast هو الفعل have أو has يحظى يحظى بوجبة الأفطار ننتبه زي أنشخل اللي أخلي have لو has نرجع علي قبل الفراغ إذا كان إذا كان أو we أو you أو they أخلي have فعل مجرد وإذا كان he أو she أو it أخلي has اللي بيأس الشخص الثالث هنا نلاحظ أن قبل الفراغ مستر هادي مستر هادي يعوض عنه بالضمير he إذن أخلي شنو أخلي الفعل اللي بيأس الشخص الثالث اللي هو has صارت عدة جملة كاملة مستر هادي has breakfast at 7 o'clock السيد هادي يحظى بوجبة أفطار الساعة السابعة صباحا number two ثانيا he فراغ the house at 7.30 فراغ المنزل الساعة السابعة والنصف كذلك الطيني فعل مناسب للفراغ أجاب أعلى ما بعد الفراغ ألقى the house ذكرنا بداية الدرس أن الفعل المناسب للهاوس البيت يغادر فأقول أما leave أو leaves زين شخص لي leave لو leaves أو الاس لو المجرد أرجع على ما بعد الفراغ بما أنه he اللي هي تأخذ اس الشخص الثالث ما أقول leave أقول leaves he leaves the house at 7.30 يغادر المنزل الساعة السابعة والنصف number three ثالث he فراغ the zoo at 8 o'clock فراغ حديقة الحيوانات الساعة الثامنة صباحا شن الفعل المناسب للفراغ كذلك بعد الفراغ the zoo شي سوي لحديقة الحيوانات الساعة الثامنة صباحا نعرف أنه يفتح حديقة الحيوانات الساعة الثامنة صباحا فأقول أما open أو opens قبل قبل الفراغ لقيت لقيت اللي تأخذ الشخص الثالث ما أقول open أقول opens يفتح حديقة الحيوانات الساعة الثامنة صباحا ننظر فور رابعا مستر هادي فراغ the animals at 11 15 السيد هادي فراغ الحيوانات الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة شن الفعل المناسب للفراغ أباوى على مواد الفراغ الحيوانات شي سوي للحيوانات أكيد الفعل يطعم يطعم الحيوانات feed low feeds أباوى على ما قبل الفراغ مستر هادي مستر هادي عوض عنه بالضمير he واللي هي تاخذ السي الشخص الثالث أقول he feeds the animals at 11 15 يطعم الحيوانات الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة هذا ما تخص هذا التمرين تمرين جدا مهم من الممكن يجين بسؤال قواعد يجيب لأحد الجمل ويخير نبيا فعليا فعل بي السي الشخص الثالث وفعل مجرد فلازم أعرف شوك تختار الفعل المجرد وشوك تختار الفعل اللي بي اسي الشخص الثالث بس في الصفحة مكتوب write the time أكتب الأوقات اعتمادا على شنو يقول لك الجملة الأولى الوقت شون كان الساعة السابعة صباحا هذه كتابة حوليها رقما حولها رقما سبعة وصفرين مثل ما وضحنا بالدروس السابقة شون أعبر عن الوقت نمبر ثانيا أباوى على الوقت الساعة السابعة وثلاثين دقيقة أحولها رقما سبعة فاصلة ثلاثين آت سبن ثلاثين نمبر ثالثا الثالث الثامن صباحا بما أن مجرد معناها لدقائق الصفر 8 o'clock ساعة الثامن نمبر فور رابعا 11 15 الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة كذلك أحولها 11 15 هذا ما يخص هذا النشاط حولنا الكتابة إلى أرقام مثل ما وضحنا بالدرس السابق عن كيفية التعبير عن الوقت ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A listen and read the story استمع وقرأ القصة and number the speech bubbles ثم بعدها رقم الفقاعات الكلامية هنا أنا عندي مجموعة هنا أنا عندي ثلاث صور كل صورة تحتها نص يقول لك استمع للمقطع الصوتي وحاول تقرأ النص ورقم ذن الفقاعات كل فقاعة تناسب يا صورة من ذن الصور الثلاثة راح نسمع المقطع الصوتي ومن خلاله راح نعرف أنه ذن الفقاعات كل فقاعة من ذن الفقاعات تناسب صورة من ذن الصور راح يقرأ النص بالمقطع الصوتي ووراها يقول الفقاعات المناسبة للصورة الأولى وكذلك المناسبة للصورة الثانية والصورة الثالثة لذلك نسمع المقطع الصوتي ونرقم الفقاعات على أساس المقطع الصوتي وبعدها نعرف شين المهم بهذه القطعة دعنا نسمع المقطع الصوتي أول شي 1 1. It's Saturday morning and it's the weekend Jake gets up early on Saturday because he goes to the football club to practice with his team friends It's six o'clock, time to get up Yippee, it's Saturday I can play football 2. Jake eats lunch with his friends at the club cafe He has chicken and rice and he drinks lemonade or tea After lunch, he takes the bus home It's lunchtime, yummy, chicken and rice I'm going home now by bus 3. At home, Jake plays with his younger brother and sister Their favorite game is snakes and ladders Jake likes to play computer games with his friends too Let's play a game It's your turn now 1. It's the weekend and it's the weekend and it's the weekend and it's the weekend and Jake gets up early جايك يصحى باكرا نلاحظ أن جايك أعوض عنه بالضمير يجب بعد فعل يحمل أس الشخص الثالث يصحى باكرا ليش لأنه يذهب إلى نادي كرة القدم لكي يتدرب مع أصدقاءه جايك يأكل الغداء مع أصدقاءه كذلك نلاحظ أن جايك أعوض عنه بالضمير يجب بعد الفعل يأكل مع أصدقاءه في مقهى النادي كذلك يجب بعد فعل يحمل أس الشخص الثالث يحظى برز ودجاج ويشرب عصير الليمون أو الشاي بعد الغداء يأخذ الحافلة إلى البيت طبعا هنا كذلك نلاحظ أن الفاعل يجب بعد فعل يحمل أس الشخص الثالث فقلت يأخذ لا يأخذ ثالثا في البيت جايك يلعب مع أخوه الصغير وأخته صغيرة كذلك جايك أعوض عنه بالضمير يجب بعد فعل لعبتهم المفضل هي حية ودرج جايك يحب لعب ألعاب الحاسوب كذلك نلاحظ جايك يجب بعد فعل يحمل أس الشخص الثالث مع أصدقاءه أيضا إذن هذا ما يخص هذا التمرين مجرد وضح لأكثر استخدم لأكثر الأفعال اللي بيها أس الشخص الثالث إذا جدت ويا الضمير هي مع شخصية جايك هذا التمرين متعلق بتمرين ب يقول لك find the verbs ending with S جد الأفعال اللي منتهية بS اللي طلعناهن takes, plays, likes إلى آخر On page 22 في الصفحة 22 من كتاب النشاط اللي قرناها قبل دقيقة color them لونها in blue باللون الأزرق نحاول نطلع الأفعال كلهن اللي بيهن أس الشخص الثالث اللي وضحناها قبل دقيقة وراها 80C يقول لك write the verbs you colored اكتب الأفعال اللي لونتها اللي طلعناها هسا in blue اللي لونتها بالأزرق in the correct column بالحقل الصحيح هسا نجي نوضح شن هذا الحقل و شن هذا الحقل then write the same verb in the other column وبعدها اكتب النفس الفعل بالحقل الثاني هنا نمقسم للحقل يقول لك إذا كان الفاعل I الفعل شون رح يكون شكله هنا و إذا كان الفاعل he أو she أو it الفعل شون رح يكون شكله قبل ما نجي نوضح هذا الجدول خلنا نجي نطلع الأفعال اللي بيهن أس الشخص الثالث بالتمرين السابق طلعناهن لقناهن ذن الأفعال goes, eats, has, drinks takes, plays و likes هذن الأفعال اللي طلعناهن من التمرين السابق يقول لك وزع للأفعال كل فعل بالحقل الأول وبعدها شون رح يكون شكل الفعل بالحقل الثاني شون يعني هنا يقول لك إذا كان الفاعل he أو she أو it ننتبه هنا إذا كان الفاعل he أو she أو it وأخذ is بداية السنة ذكرنا إن إذا كان he أو she أو it يأخذ الفعل المساعد is والآي شي يأخذ إذا تذكرون ذكرنا إنه الآي يأخذ آم فصير آي آم والمختصر والتها آي آم مثل ما هو مختصر لياها أنا مختصر لياها ها هنا لحد الآن نعرفها أخذناها بداية السنة وأعرفنا إنه هي والشي والإت يأخذ is والآي تأخذ آم وإذا تذكرون ذي والوي واليو يأخذ آر زيان بعد يقول لك إذا كان هذا الفاعل إذا كان هذا الفاعل هو اله والشي والإت يأخذ يأخذ أس الشخص الثالث يأخذ أس الشخص الثالث وهنان الأفعال المجردة واخذ الأس عنها أصير مجردة ليش لأن الفاعل I أو you أو we أو they فهنان خلينا الget sub وراها شنو goes goes وين أخليها بياه حقل بها أس الشخص الثالث يأخذ آر واس وينأخذ هنانا وهنان صيغة المجردة الشيء لأي والأس يبقى فقط go eats يأكل أخذ أخذ الأس الشخص الثالث هي والشي والإت وإلى صيغة المجردة من أنبعها has ها تعتبر س الشخص الثالث أخذه أخذ أخذ س الشخص الثالث has وصيغة المجردة من أنبعها يشرب هذا التمرين جدا مهم ننتبه من الممكن أن يجيني هذا التمرين بالسؤال الملاء مثلا يقول لي get up صارت gets up ضفت لها S الشخص الثالث نلاحظ أنه فقط ضاف S القوم من نارد أضيف لها S الشخص الثالث مو فقط أضيف لها فقط S وأنما ES فننتبه لملاء هذه الكلامات eat أضيف لها فقط S الهاب هنا أنا أغيرها تماما نصير هاز drink فقط أضيف لها S take اللي أصلا موجودة فقط أضيف لها S play أضيف لها فقط like فقط أضيف لها S نلاحظ أنه go أضيف لها ES إذن ننتبه لملاء هذه الكلامات من الممكن أن تجيني بالامتحان بسؤال الملاء مثلا يقول لي get up صارت gets up القو شا صير فبعض الطلاب فقط يضيف S وهذا الشي خاطئ لازم أعرف أملاء الكلمة أنه نضيف لها ES والهاب تتحول إلى has أما تمرين E use three of the verbs in the column A استخدم ثلاث من الأفعال في حقل الآي إذا تذكرون هذا حقل الآي أخذ ثلاثة أفعال من هذا الحقل and write sentences about yourself واكتب جمل عن نفسك إن أنا أقول لك حاول تكتب لي جمل عن نفسك مثلا اختارت الفعل have أقول مثلا I have breakfast at seven o'clock أحظى أو seven thirty أحظى بوجبة الأفطار الساعة السابعة وثلاثين دقيقة I have breakfast أنا أحظى بوجبة الأفطار فنلاحظ أننا الفاعل I خليت له have ما خليت له has أخذ فعل ثاني وليكن الفعل go مثلا نقول I go to school at seven forty five أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة وخمسة أربعين دقيقة فصير I go to school at seven forty five أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة وخمسة أربعين دقيقة والفل الثالث مثلا نختار الفعل like I like my school أنا أحب مدرستي هاي ما يخص هاي تمرين مجرد تمرين لاختبار قدر الطالب على تكوين جملة مفيدة هذا كان درسنا لهذا اليوم عرفنا أن قطعة السيد هادي قطعة جدا مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي عرفنا شن الأهمية الأفعال لازم أحفظ الأفعال والأسماء المناسبة لها أخذنا قواعد المضارع البسيط وعرفنا لأنه إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت يجوارها فعل يحمل أس الشخص الثالث وإذا كان الفاعل ذي أو وي أو يو أو آي يأخذ فعل مجرد وعرفنا شن التمارين المهمة وشون تجينا بالامتحان ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أو أضافة تحبوا أن تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة